نعم أعلنت مساء اليوم الخارجية الجزائرية في بيان لها بأن الحكام الفترة الانتقالية في النيجر وعبر وزارتها الخارجية أكدوا بأن النيجر قبلت الوساطة الجزائرية لحل الأزمة التي يمر بها هذا البلد الشقيق وقد أكدت الخارجية الجزائرية في بيانها بأن النيجر قد قبلت هذه الوساطة وبأن الرئيس عبد المجيد تبون أمر بإفادة وزيرها الخارجية أحمد عطاف في أقرب وقت إلى نيامي لبحث بنود هذه الوساطة مع مختلف الأطراف المتنازعة في النيجر كما أكد بأن هذه الوساطة تعتبر بادرة لتوجه نحو الحل السياسي بعيدا عن العنف والتدخل العسكري في المنطقة وسبق لي الجزائر طرح هذه المبادرة لهاية شهر أغسطس الماضي أين أكدت بأن أبرز ما تقتلح هو أن تكون هناك شخصية مدنية تقود فترة انتقالية لمدة ستة أشهر هذه الشخصية يجب أن تكون توافقية وتضمن العودة إلى المصاري الدستوري وإنهاء الانقلاب العسكرية الحاصلة في البلاد كما سبق تلك المبادرة زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى كل من نيجيريا وغانا والبنين هذه دول إكواس التي هددت من قبل باستعمال القوة والتدخل ضد المجلس العسكري في النيجر لإنهاء الانقلاب العسكرية الجزائر خلال تلك الزيارة أكدت بأن التدخل العسكري مرفوض وله مآلات خطيرة على المنطقة وبأنه يهدد دول الجوار وسيزيد من حجم الاحتقاني الداخلي في النيجر بعد تلك الضمانات التي تلقتها الجزائر من قبل دولي الإكواس كما قامت أيضا بإفادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى النيجر أين التقى قيادات من المجلس العسكري وأيضا قيادات قبلية وازنة داخل النيجر تم طرح هذه المبادرة ويبدو أنه حدث هناك توافق داخل في النيجر من أجل قبول هذه المبادرة وللجزائر خبرة في معالجة أزمات الإنقلابات العسكرية في النيجر حيث أنه للأسف يعتبر هذا خامس انقلاب عسكري في النيجر وفي العديد من المرات لعبت الجزائر دورا وساطة بحكم الجوار وأيضا بحكم علاقاتها القوية في الداخل النيجيري سواء مع القبائل التي لها نفوذ هنا في الجزائر وفي النيجر أيضا أو حتى مع شخصيات وازنة والتي تلقى احتراما وقبولا لدى المواطنين والمجتمع النيجيري ككل ولكن حسان بقدر ما أعلن عنه من معلومات نعلم أنه يتم التكتم عادة على هذه المبادرات إنما أسألك يعني إذا كانت هناك معلومات ولو مسربة وماذا عن الضمانات للرئيس محمد بازوم الرئيس السابق هل توفر له الجزائر مأوى آمن هل تستضيفه الجزائر مثلا حسب مراقبون الانقلاب العسكري أضحى أمر واقع لهذا من المستبعد أن يعود محمد بازوم إلى الحكم ربما الترتيبات التي ستكون في المرحلة القادمة على طريقة الإفراج على محمد بازوم والضمان إيوائه ولجوه إلى إحدى الدول الأفريقية وربما أيضا الدول الأوروبية لكن الانقلاب العسكري أضحى واقعا ولهذا الجزائر من خلال مبادرتها تحاول العودة إلى المصاري الدستوري بأسرع وقت وإنهاء حالتها الانقسام وأيضا الفترة الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري حاليا في النيجر وتريد أن تكون هناك شخصية مدنية هي من تتصدر المشهد هذه ربما هي أبرز الترتيبات التي تعمل عليها الجزائر في الوقت الحالي أما ما كان هناك حديث حول مطالب فرنسية بالعودة إلى الشرعية من خلال عودة محمد بازوم إلى الحكم فإن هذا الأمر أضحى من الماضي وحسب مراقبين فإن واقع الميدان يؤكد بأن الانقلاب العسكري أضحى واقعا وبأن مآلاته أهوى من مآلات التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة لإنهاء هذا الانقلاب وهذا ما حذر منه الرئيس عبد المجيد تبون لهذا فإن المرحلة القادمة ستكون مسايرة التطورات وإيجاد حلول عملية تضمن استقرار المنطقة وأيضا العودة بسرعة إلى مصاري دستوري وتكون هناك شرعية دولية حول القيادة التي ستفرزها الانتخابات في أنيجر مراسل الغد في الجزائر حسان جزائري شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر